الأمر الثاني كثرة الاستماع فمن أراد حسن النطق العربي ودقاتف عليه بكثرة الاستماع يعني هناك ترى حفظوا تلا لكن هنا يستمع فالاستماع يقولون من أراد أن يتكلم فليستمع ومن أراد أن يؤلف ومن أراد أن يكتب فليقرأ فمن قرأ ممكن أن يكتب بدون ما يشعر ومن أراد أن يستمع ومن أراد أن يتكلم فليستمع كثيرا للك يعني أولادكم الصغار حتى وهم في أحشائكم من الأفضل يعني بل الأفضل بل محبب ومن دوب ومن كل واقف أن تستمع للقرآن الكريم وطبعا هنا من ضمن من أحسن ناس الذين يمكن الاستماع إليهم هو الكراء الكبار وفيه واحد مقري اسمه الشيخ حسن صالح مصر مقيم بأمريكا تلاوته جميلة جدا صوته جميل كنت تستمعوا إلي فكذرة الاستماع للكرآن الكريم يعني تعود على النسق العربي الفصيح سواء من حيث الكلمات المفردات أو من حيث الإسلوم أو من حيث الإسلوم الكلام باللغة الفصحة ولازلت توجد طبعا الكلام باللغة الفصحة يعني يعطينا الحقيقة دافعية لأن نتكلم باللغة الفصحة خاصة مع غير العرب وطبعا لازل بعض الأجداد موجودون يعني أو موجودين في كثير من البلدان هنا في عمان وفي اليمن وفي بعض الماقب الصعورية يتكلمون باللغة الفصحة وإن كانت يعني فيها شيء من تكسير نحوي لكن الكلمات المستخدمة كنت قريت لقاء مع إذا كان حد من صوب عبري مع المعلم عبيد معلم عبيد المكبال الله يرحمه يحسن إليه قبل ما يتوفى بعدة أشهر وعملت بحثا وموجود صوره في خلال لقاء الذي دار ثلاث ساعات ومسجل ثلاث ساعات يتكلم ما أتى بكلمة هندية أو يعني مكسرة كلمات كلها فصيحة كلها يعني ما تأثر ربما أثر لكن الجيل الذي بعده تأثر لقيقة واحد ما في مشكلة توحنا ننزل إلى مستوى الهنود يعني الأخوة من شرق آسيا حتى نأنفه في الأصل هم أن يتعلموا لغتنا ما داموا في بلدنا طبعا أنا كنت في تركيا أتيت قريبا ربما أسبوع فقط قضيت سنة تقريبا كاملة ومن ضمن الأشياء أنهم عندهم اعتزاز بلغتهم اعتزاز غريب طبعا بعضهم يتكلم اللغة العربية ربما يعني أنت تستفيد من يتكلم العربية أكثر من اللغة الإنجليزية لا يتكلموا واللغة الأم واللغة الرسمية المخاطبات اللغة العربية اللغة التركية ومن أراد أن يدرسوا في جامعاتهم فعليهم يتعلم اللغة التركية نحن في جامعاتنا عليهم يدرسوا اللغة الإنجليزية واللغة العربية المنسية على الجن مع الأسف هذه مشكلة طبعا التعود على الكلام بالفصيح سهل وميسر لمن أراد طبعا فوق هذا محاولة الكتابة باللغة العربية الفصحة اعتمالة عن المصادر السابقة استضاف الله قبل كثرة القراءة في كتب الأدب يعني القرآن الكريم هل يكفي؟ نعم يكفي ونص لكن طبعا في أساليب في أشياء أخرى يعني القرآن الكريم يذكرها لأنها يعني ليست بذلك كثرة القراءة في كتب الأدب العربي الشعر والنثر يعني من يكرر في كتب الأدب العربي شعرا ونثرا المعلقات من المعاصرين كتب مصطفى صادق الراكعي تحت رأي مثل تحت رأي القرآن وغيرها من الكتب شيء كتاب يعني لبعض المعاصرين النبأ العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز هذا في علوم القرآن لكنه الصيغة بالصياغة بلاغية جميلة وكان مصمحت الشيخ كثيرا ما يوصينا بقراءته نحن قريناه في المرحل المرحل الأولى من الجامعة أو ربما حتى في الثانوية فهذا الكتاب جيد جدا تطلق عليه تحت رأي يعني النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز وهذا الدكتور محمد عبد الله دراز طبعا هو من علماء الأزهر الذين درسوا في استربون ولو يعني كتاب اللغة الفصحة يعني دستور الأخلاق في القرآن الكريم مترجم من الفرنسية إلى العربية وهذا العالم الجليل من الذين يعني درسوا في الأزهر ودرسوا في استربون الرسال دكتوراه ولم يتأثر لم يتأثر فيه الفرنسيون كما أثروا في غيره وإنما كان عالما جليلا ومن ناس الذين يكتب لهم التاريخ يعني وقوفهم إلى جنب القرآن واللغة العربية كذلك طبعا مصطفى صارق الرافع وما حصل بينه وبين بعضه خصومه رد عليهم تحت رأية القرآن والسنة وهذا الكتاب جميل جدا من الأفضل أو من المستحسن أن تطلعوا عليه محاولة الكتابة خلاص أنا قرأت وحفظت واستمعت الآن تأتي المرحلة الأخيرة المرحلة الكتابة الكتابة تأتي مرحلة متأخرة ولكن كلما كتب الإنسان في مراحله من بعد القراءة وبعد العلم ستكون كتابته أقوى وأدق وأعمق يعني يكتب سمعت شيخ وهو يكتب الآن وهو يقرب ثمانين سنة غير كتابة لما كان ابن أربعين وهذه سبحان الله ليش لأن سن له دوره وكثرة القراءة وكذا فبعدما حفظ الإنسان القرآن الكريم وحفظ شيء من المتون وكثرة الاستماع وتكلم بالبصحة وكثرة القراءة وكذا عاد تأتي المرحلة الكتابة كتاب اللغة البصحة اعتمادا على المصادر السابقة هذه يعني تدفع بنا وتعطينا يعني دافعية قوية للانطلاق باللغة القرآن الكريم التي هي لغة العرب